اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صلى الله عليه وسلم المثل الاعلى للبشرية في سمو التربية وحسن التعليم فكان صلى الله عليه وسلم معلما رحيما ومربيا حكيما يأخذ بالرفق ويعلم بالحسن لا سيما وهو القائل صلى الله عليه وسلم ان الله لم يبعثني معنطا ولا متعنطا ولكن بعثني معلما وميسرا وهو القائل صلى الله عليه وسلم ان الرفق لا يكون في شيء الا زانة ولا ينزع من شيء الا شانة والمتدبر في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم يجد انه خير معلم لاصحابه رضي الله عنهم وللبشرية جمعاء وانه صلى الله عليه وسلم ارحم الخلق بالخلق وارأف الناس بمن يعلمهم ويؤدبهم ويوجههم فهذا معاوية بن الحكم رضي الله عنه يقول بينما انا اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرمان القوم بأبصارهم فقلت واثك لأمه ما شأنكم تنظرون الي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوني سكتوا فلما سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعد أحسن تعليما من والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن وعنبي أمامة رضي الله عنه قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنة فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا ما ما فقال أدنه فدنى منه قريبا قال فجلس قال أتحبه لأمك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال أفتحبه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فدائك قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فدائك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فدائك قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحص فرجه فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شيء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إن المتأمن في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم يرى أنه كان يحرص على تنويع أساليبه الدعوية والتعليمية ويستخدم سائر مهارات التواصل الدعوي للنفاذ إلى عقل المتلقي وقلبه فطارة يستخدم صلى الله عليه وسلم لغة الأرقام للتقريب الذهني على حد قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وطارة يعلم صلى الله عليه وسلم من خلال ضرب الأمثلة التوضيحية ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة وطارة يستخدم صلى الله عليه وسلم أسلوب طرح الأسئلة لتشويق المتلقي واستدعى انتباهه ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار كما كان صلى الله عليه وسلم يتخير الأيام والأوقات المناسبة للتعليم والتوجيه تنشيطا لأذهان المتلقين ودفعا للملل عنهم حيث يقول سيدنا عبد الله بن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولون أي يتعهدون بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا فما أحوجنا أن نقتدي بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم معلمين ومتعلمين نشرا لرسالته وبيانا لهديه وسنته اللهم ارزقنا العلم والأدب واهدنا إلى التحلي بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم